طيب النهاردة انطلاق كأس العالم زي بقول لحضراتكم ليه الرماية بالعاصمة الإدارات الجديدة ليه بقولي الكلام ده اديه خبر تاني هو باستضافة بطولة عالم شوفوا بقى كم دولة جات 65 دولة يا جماعة والله العظيم احنا في نعمة كبيرة البطولة هيشارك فيها عدد ضخم وهو 65 دولة وهو البانيا ارمينيا استراليا النمسا اذربيجان بلجيكا البصنة والهارسك البرازيل البحرين بلغاريا الصين كولومبيا كرواتيا كوبا اوبرو ستشيك الدنماركا اسبانيا فرلندا فرنسا بريطانيا المانيا اليونان المجر الهند ايسلاندا ايطاليا اليابان كازاخستان السعودية كوريا الجنوبية الكويت لاتفيا ليبيا لبنان المغرب المكسيك مالطا النرويج عمان بيرو بولندا البرتغال بورتوريكو قطر رومانيا السنغال سنغافورة سولفينيا انا تعبت من كتل عدد والله يا جماعة 65 دولة سولفينيا سان مارينو صربيا سريلانكا سويسرا سولفاكيا سوريا السويت تايلاند تايوان تونس تركيا الامارات اوكرانيا امريكا اوسباكستان في نزويلة بالاضافة لمصر النهاردة 65 دولة جايين بيتنفسوا النهاردة في مصر في العاصمة الادارية الجديدة عشان يعني كلهم عندهم امل يجمعوا نقاط يروحوا العافل الامبية طب النهاردة البطولة دي في الفترة من 24 يناير ل 1 فبراير وطبعا البطولة دي بتتلاعب تحت رعاية السيد الرئيس فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي زي بطولة كرة اليد برضو تحت رعاية الكريمة من السيد الرئيس زي ما حضركم مشايفين كل ده على ارض مصر النهاردة بنكلم عن 35 دولة 25 دولة في ريشة الطائرة بنكلم عن 65 دولة في مندوبين عن 90 دولة على ارض مصر في منطقة انت يعني ما تخفيش على حد النهاردة انت قبلة للرياضة كلها قبلة لكل يعني المؤتمرات والسياحة وكل ده فالحمد لله ربنا يا رب يحافظ على بلدنا ونحافظ عليها واي حاجة احنا شايفينها غلط او شايفينها احنا يعني مدايقاك او بتاع عد كل ده المهم ان احنا الحمد لله رب العالمين عايشين يعني بسلام والشهر الجاي انا عايز اقول لكم انا بس عشان ما بحبش يعني يعني مش هقدر في الوقت اتضيق اغطي كل الاحداث الشهر الجاي عند دي ربطولات دولية كتير جد بطولات كتير جد هتقول لها يا كابتل اه يا جماعة البطولات دي ليه مكاسب كتير جد مكاسب العالم كله بيبصلك العالم بصلك بشكل كل الدول دي راكب طيارته رايح مصر رايح القاهرة يعني رايح القاهرة يعني فيه امان فيه سلم فيه بنية احتية فيه 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 طفرة فيه كلام بيحصل فيه اماكن ساحية قدرة زورها النهاردة روح الغرداء روح شرم روح جونة روح اسكندرية بتتحرك بسلام بتحرك على الطرق بسلام وبأمان كل التحية طبعا لكل يعني الحقيقة المسؤولين في مصر ويا رب يديم علينا النعمة الامن والامان يا رب يديم علينا اي نعمة واي مشكلة ارموها ورده روكو هنتعب شوية وهيبقى فيه طبعا ما فيش حد معندوش مشكلة ولكن طول ما احنا قدينا في قدين بعض ان شاء الله هنلاقي بلدنا احسن واحسن هتلاقي متلقلقة في كل مكان هتبقى زي النجمة في المنطقة ان شاء الله وده قدر مصر ان مصر تفضل كده باذنك يا رب دائما منصورة على مدار التاريخ